اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناة كومشوف تيفي بعد اشهر من حملة المقاطعة اكشف الرئيس المدير العام لمجموعة سونترادانون الفرنسي ايمانويل فابيرا في ندوات معقدها بمدينة الضر البيضاء ان الشركة تعاملت بجدية كبيرة مع حملة المقاطعة لاستهدفات منتوجاتها المسؤولة الفرنسية لحلب المغرب للوقوف على حيتيات هذه المقاطعة قال في حوار لهم عشوف تيفي ان الشركة استجابت لمطالب الشعب المغربي وقرات خفض اتمنات منتوجاتها وأكد مدير سونتراد ان نحل بالمغرب ليقوم بالدراسة معمقة رفقات مختصين لخفض الاتمنة وأكد ان الشركة لن تستغني عن المغرب وستقدم لهم من توجه جديد يرتكز على الجودة والمسهلك هو من سيحدد الاتمنة لا أعطي أن نعطي أعطي أن نعطي أن يكون هذا المقاطعة هو من المغرب على حيث تحقيق من إدراعات من طبيعة المتقبلة كبيرة لتحقيق ويشون تحقيق على الحياة والمغرب لذلك نفعل ذلك بالتعامل على المدينة التي نفعل ذلك ونفعل ذلك نفعل ذلك لا يفعل ذلك في هذا التعامل الذي قدمنا الرئيسي المدير العام للمجموعات دانون كنون ستو مشاهدين الاختام خبر اليوم للاقا ودمتوا فرعيش الله